هذه أبرز العناوين عاجل أول تصريح لللاعب الجديد بالمنتخب المغربي الضروري وهذا ما قالها ولد راقراجي يصدم حمد الله بهذا القرار 100 مليون مصرف الجيب للاعب الأصود والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عاجل أول تصريح لللاعب الجديد بالمنتخب المغربي الضروري وهذا ما قالها علق الدولي والمغربي أن الس الضروري على دعوته للاندمام للمنتخب المغربي لأول مرة من أجل المشاركة في نهائية كأس العالم في قطار حيث عبر عن سعادة بنيله فرصة الدفاع عن ألوان الفريق الوطنية في أفضل المصابقات في العالم ونشر أنس تدوينة على حسابه في الأستغرام كتب فيها سعيد ويشرفني الدفاع عن قمس المنتخب المغربي في أكبر مصابقة في العالم وأشكر أقرباء وعائلتي والجماهير المغربية على دعمهم الكبير لي ووجه الأسد الجديد في قائمة المنتخب المغربية رسالة شكر للناخب الوطني وليد راقراجي على التقة التي وضعها فيها ولمنحه فرصة لتحقيق حلم طفولتها جادر بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنهت إجراءات تأهيل اللاعب أنس الضروري مساء اليوم قبل توجه الدعوة إليه رسميا من مدرب الأسود وليد راقراجي لتعويد أمن حريط المصاب ومن المرتقب أن يلتحق الضروري غدا بالمنتخب الوطني في الشارقة استعددا للمواجهة منتخب جورجيا وديان قبل العودة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم عاجل وليد راقراجي يصدم حمد الله بهذا القرار أوردت مصادر إعلامية أن وليد راقراجي لن يعتمد على نجم الاتحاد السعود عبد الرزاق حمد الله من البداية وقالت دات المصادر بالحرف إن كانت الأضواء قد صلتت على دعوة حمد الله والخنس للمونديال ذلك أن الأول خلق جدلا كبيرا قبل استدعائها والتاني كان من أكبر المفاجآت لصغر سنها فإن المنطق والمعطيات يقولان أنه لن يعتمد عليهم من البداية كأساسيين في أول جولة المونديال قبل أن تضيف ذات المصادر فرغم الطوارئ التي عرفها عارين الأصود على غرار الإصابات فإن راقراجي لن يغامر بإشراكهما كأساسيين فحمد الله غاب لفترة جد طويلة عن الأصود وبالكاد التحق بالمنتخب المغربي ودون أن يجري أي مباراة مع الأصود شأنه شأن الخنس الذي يفتقد للتجربة الدولية ويبلغ عمره فقط 18 عاما وسيكون من الصعب عليهم أن يلعب كأساسيين من البداية مؤكدا أن الفرصة ستكون مواتية للعبين معا في ودية جورجيا ليكسب بعض التنافسية الدولية 100 مليون مصرف الجيب للاعب الأصود توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشاطر الأول من المنحات التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاتحادات الكروية التي توجد منتخبتها في نهائية كأس العالم التي ستحتضنها قطار بداية من الأحد المقبل 20 نومبر وحتى 18 من شهر ججمبر المقبل ووفق خبر نشرت جريدة الصباح فإن الجامعة الملكية ضمنت 13 مليار بمجرد ضمان مشاركتها في المونديال مؤكدا أن الميزاني التي تصرفها هذه الأخيرة تبقى عادية وفق تصريح سابق لمسؤول جامعي واستناد للمصدر ذاته فإن الجامعة خصصت 100 مليون سنتيم لكل لاعب كما صرف الجيب خلال فترة إقامة الأصود بالعاصمة القطرية الدوحة يذكر أن المنتخب الوطني يتواجد بالمجموعة السادسة في نهائية كأس العالم إلى جانب كندا وبلجيكا ثم كرواتيا علما أن أصود الأطلس ستسهل مشاركتها في المونديال بمواجهة هذا الأخير يوم الأربع المقبل الموافق للثالث والعشرين من شهر نوامبر الجاري الخنوس بعد دعوة الرقراغي ليست إلا البداية وهذه رسالة للجماهير المغربية أكد بالخنوس جنح فارق جينك البلجيكي أنه سعيد جدا بدعوته لتعزيز صفوف المنتخب المغربية والمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر انطلق من العشر من نوامبر الجاري وفي تصريح لموقع العربي الجديد قال الخنوس إنه علم بدعوته إلى المنتخب المغربية من خلال متابعة المؤتمر الصحفي للمدرب وليد رقراغي مباشرة برفقة عدد من رفاقها حيث شعر بسعادة كبيرة وهو أمر مهم للغاية له ولعائلتها وكذلك لفريقها وقال الخنوس عن المواجهة التي ستجمع المغرب ببلجيكا في المجموعة السادسة لقد ولدت في بلجيكا وقضيت سنوات طويلة هنا لكن المباراة ستكون مثل غيرها من المواجهات سنحاول أن نحقق أفضل النتائج الممكنة في النهائية وأضف الخنوس بخصوص طموحاته في المونديال أنه يتطلع إلى معرفة ما يخاطط له المدرب وليد رقراغي بخصوص الاعتماد عليها لكنه يعتبر أن دعوته شرف كبير وتجعله سعيدا للغاية معبرا عن عزمه على مساعدة المنتخب المغربية وإسعاد الجماهير مجديدا فخره بحمل القميس المغربية وعن كونه أصغر لاعب مغربي يشارك في النهائية قال الخنوس أن حكيمية كان الأصغر في مونديال 2018 ولكنه الآن سيكون صاحب هذا الرقم في مونديال قطر 2022 وسينتظر كيف ستسير الأمور في النهائية وأشار الخنوس إلى أنه لا يخشى التجربة الجديدة التي سيخوضها مع المنتخب المغربي مؤكدا أنه من الضرورية المحافظة على التركيز وأن لا يصاب بالغرور ومحاولة الحصول على نقاط الثلاث في كل مباراة في نهائية كأس العالم والاستفاد من كل مباراة كرواتي تنتصر على السعودية وترسل إنذارا للمغرب أنهى المنتخب الكرواتي استعداداته لخوض نهائية كأس العالم في فا قطر 2022 بهزيمة منتخب السعودية بهدف لسفر وجاء الهدف في الدقيقة الثانية والثمانون عن طريق اللاعب أندري كراماريتش بعمل منفرد رائع داخل منطقة الجزاء واعتمد مدرب كرواتي ضاليتش على عديد التغييرات خلال المواجهة حيث أشرك مجموعة من اللاعبين من أجل توزيع دقائق اللاعب والحفاظ على اللياقة البدنية قبل ملاقة المغرب الأسبوع القادم وكان داريتش قد أشار في الندوة الصحافية الخاصة بمواجهة السعودية أن مواجهة المنتخب الأخضر تعد أفضل مباراة تحضرية لهم قبل ملاقة المنتخب الوطني المغربي وستكون مواجهة كرواتيا هي الأولى للمنتخب المغربي في كأس العالم وذلك في الثالث العشرين من شهر نوامبر الجاري على أرضية ملعب البيت لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة بمونديا القطر اشتركوا في القناة